السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقع سموم بيكلاويت بيديك خمسة جيجا تقدر انت تخزن عليها الملفات بتاعتك وتشيركها مع الاصدقاء. كل عليك ان انت مسلا هتعمل فولدر احساس في حاجة خصصة للمشروع دوت او للشركة دي توليكم مسلا سميها كيو دابلو اي ار. تمام ممكن اقول له افتح اول ما تعمل الكريش بحيس ان انا قدر ارفع الملفات. بعد كده قدر اقول له ابلود ممكن اقول له فايل او فولدر او فايل فروم يو ار ايل يعني موجود على موقع معين وليكم مسامة دي فاير او اي موقع. اقول له خد الملف دوت وحطوه لي هنا في البيكلاويت. بدل ما انا اروح محمله عندي على الجهاز وبعد كده ارفع بيكلاويت لا هو اوتوماتيك يقدر ياخد الملفات. قدر اقول له فايل. واختار اي ملف. ولكم مسلا اختار الصورة عشان تحمل بسرعة. وبعد كده الملف ده اقدر اعمله شير مع الاصدقاء واقدر اختار الملف ده يقدر هو يعمله دونلود ولا مجرد ان هو يبص عليه. ممكن خليله باسورد. ممكن اخليله تاريخ بعد التاريخ دوت ما هتقدر يحمله او يشوفه. هو اللينك ده هيفسد او تاريخ صلاحيته لمدة شهر مسلا. تمام. وهكاس. وبعد كده تعمل شير هتنسخه وتبدأ ان انت تبعده للاصدقاء. وممكن اي حد من الاصدقاء يعمل لك شير ولو حد اعملك شير عندك هنا في الشير. بحيس ان انت تدر شوف الملفات. هنا البوك مارك لو في اي ملفات معينة انت حابب ان انت ترجع لها تاني بسرعة تدر تحطها في البوك مارك. ويتدر ستطابه عندك على الكمبيوتر وساعتها بيديك مساحة جيجا زيادة وتستطابه عندك على الموبايل برضو بيعمل لك جيجا زيادة وهكسب. لو انت فعلت خاصية الوطماتيك ابلود يديك واحد جيجا زيادة. كل ما تعزم اصدقائي يديك واحد جيجا زيادة. فهو مثل العامل انت تقدر تخزن الهاجات مجاني بدل ما تبعث على ويتر اتصفير لا ممكن ترفع المقافات هنا على البي كلاود.